الخطة لما نطلع اللي في دماغنا البروسبكتف اللي في دماغنا التصور اللي في دماغنا النزلة على الورق صارت عندنا صارت عندنا خطة أنه نحن بنعمل في الفترة من X إلى Y على المشروع الفلاني وبعدين المشروع الفلاني وبعدين صارت عندنا خطة فالبعض يقول لك لما يترجم كل الكلام اللي قلناه في ورقة يصبح عندنا فالاستراتيجية هي عبارة عن الخطة الخطة اللي بنواجه به احتياجات المستقبل لكن الاستراتيجية صعب صيدها في كلمة واحدة هي مجموعة هذه الأشياء كلها على بعض لكن كل تعريف من التعريفات يعطينا زاوية مهمة جدا للنظر للسياسة الأمم اللي ما عندها بروسبكتف وما تعرف وين ستتموقع في العالم وما تعرف ما عندها خطة ذكية بأنها تمر بين الفيلة والعمالقة اللي موجودين في العالم أن لا يكون عندها خطة جيدة وبالتالي نتائجها ستكون بقدر غياب هاي الأشياء الأساسية اللي موجودة إذن رجعنا على مفهوم القوة والتمركز والأشياء وهي قلب الفكرة السياسية نحن قلت لكم من أهم الأشياء تعريف السياس فلنستخدام القوة في نهاية المطاف إذا ما عندك قوة أنت ما قاعد تلعب سياسة والقوة ثلاثة أشياء أما أنت تكلم عن الجانب المالي ومتعلقاتها الاقتصاد ومتعلقاتها أو القوة الصلبة ومتعلقاتها أو القدرة الإقناعية ومتعلقاتها من دبلوماسية وأشياء